متخيل دولفين بنط من كاسة عصير يعني في عندي كاسة عصير على سبيل المثال وبيقفز منها دولفين مثلا أنا هيك متخيل خلينا نشوف شو ممكن نكتب للمتجيرني بهاي الحالة الوصف اللي كتبته الدولفين بنط من كاسة عصير أورنج على الكاسة محطوطة على رمل الشط قريبة من البحر في بالخلفية جزر وزفن بوقت الشروق بالإضافة أن الألوان مريحة للعين في الصورة خلينا نجرب الآن نولد هاي الصورة ونشوف إيش الخيارات اللي ممكن تطلعلي طبعا هون أنا بالدرس الماضي أنا كنت بعمل أب سكيل لهاي الصورة يعني كانت عندنا هاي الصورة وتحولت لهاي الصورة بوضعية كرياتف حتى يعطيني إياها حقيقية أكثر خلينا نعمل معلومة صغيرة قبل ما نرجع على كريات أنا ممكن أجي هون من عند مور أوبشنز على فكرة وأختار أوبشن اسمه زوم وأوبشن تاني اسمه بان هذول الخيارين حلوين شو ممكن يعملوا؟ ببساطة خليني أشو ببساطة من أوبشن زوم ممكن أجي أحكيله بدي 2x زوم طبعا إحنا أخذناها بالدسكورد هاي ولكن فعليا هيني من هون كمان ممكن أعمل 2x وبالتالي هيك اللي صار إنها الصورة رجعت لورا بمقدار 2x تمام هون خلص هو توليد لهاي الصورة الدولفن اللي بنطمن الكاسة هايو حبيت صراحة نفس الوصف اللي أنا كاتبه جزر بعيدة فيش سفن تمام فيش مشكلة ولكن فيه جزر سبلاش المي عصير أورنج تمام جميل حبيت الصورة ولكن بدي إياها شوي تروح على الشمال فيحندي هون أوبشن اسمه بان إذا ما كان مبين ممكن أظهره من الخيارات تبعت مور أوبشن بان تمام قلت له بدي إياك تخلي الصورة تروحي شمال أكتر يعني يعطيني هيك فضاوة على يمين شوي خلينا نشوف بلا شو اللي صار رجعت على كرييت الآن رح يعطيني نماذج جديدة من الصورة هاي تمام ولكن هيعمل بان على يمين خلينا نشوف هلأ شو اللي هيصير بالبداية بعد ما عملت زوم للصورة عطاني هذا الاقتراح وهاد وهاد وبالتالي انت بتشوف الاقتراح اللي بدك إياه وبتعمله أبسكيل وأنا بععد لك الصورة لورا شوي طبعا لما تعمل أبسكيل اعمل أبسكيل كرييتف حتى يعطيك صورة ممتازة طبعا هون يا جماعة شيء زي ما إحنا شايفين لما عملت أنا بان للصورة قلت له على اليمين فعطاني هون على اليمين مساحة فاضية زي ما إحنا شايفين وبالتالي هون صفة فاضي وعطاني الجسم على اليسار إذن أفهم من هيك أنه أمر بان اللي هون بيمدد الصورة كمان بهذا الشكل طبعا بالذكاء الاصطناعي وبالتالي بعود كل الأشياء اللي على اليمين 100% بشكل واقعي الصورة اللي عجبتك من هدول ممكن برضو تكبس عليها وببساطة ممكن أجي عند أبسكيل كرييتف حتى يكبر لي إياها برضو بطريقة احترافية 100% ببساطة الصورة بعد ما عملنا لها أبسكيل 2X واو 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 نسبة الحقيقية مليون يعني المي رائعة التكستر رائع الغروب رائع الانعكاس رائع بالإضافة حتى الصورة الثانية بعد ما عملنا لها البان نفس الإشي يعني مبين حتى هون الأوتوفوكس إشي جدا رائع الفوكس رائع فهذا بالنسبة للنتائج اللي إحنا طلعناها بالأبسكيل كرييتف اللي عملناه بناء على المعطيات اللي عطنا إياها وبناء على الزوم 2X والبان يمين أو شمال أو فوق أو تحت حسب ما أنت بتحدد الاتجاه بالبان اللي بدك يا هل من الممكن إخراج صورة حقيقية عن طريق متجيرني؟ يعني بدك مثلا شخص أردني على سبيل المثال أو شخص سعودي هل من الممكن لمتجيرني أنه يطلع لك شخص عربي أردني؟ على سبيل المثال لابس شماغ كذا والله وراه مثلا وادي رم أو البترة هل ممكن يفهم هاي التفاصيل؟ خلونا بلا نجرب مع بعض نعمل إشي شوية محدد وخاص زائد بدنا نتعرف على شوية تفاصيل إضافية للمتجيرني جيت من عند الإيماجن وحكيت له من هون بدي على سبيل المثال رجل أردني يلبس اللباس الأردني الخلفية مثلا مدينة البترة على سبيل المثال خلينا نوصف هذا الإشي أهبي جوردينيان يونجمان ويرينج ترادشينال جوردينيان كلوثينج standing over a view of the city of Petra and to his right is a camel a scene that brings happiness and hope tourists walking nearby the colors of the picture are saturated and the time of the picture is in the morning ببساطة الوصف زلمة شاب أردني سعيد مبسوط بيلبس اللباس الأردني التقليدي واقف في مدينة البترة أو على إطلالة مدينة البترة على يمينه في جمل المشهد يبعث السعادة والأمل وفيه كمان في المدينة سياح بيتمشوا ألوان الصورة ألوان مشبعة وواقعية خلينا نشوف الآن شو النتائج اللي ممكن تطلع نتيجة رائعة صباحية شاب أردني سعيد جميل سياح بيمشوا وقت الصباح البترة بالخلفية اللباس الأردني البتراوي شباب وادي موسى يعني هذا اللي بدي إياه الآن الفكرة اللي شفناها أو الأفكار اللي شفناها قريبة من بعض أنا حابب أشوف اختلاف في الأفكار فأنا لو جيت كبست على التكست مرة تانية وجيت هون يا جماعة حطيت داش داش سي سبيس مثلا خمسين على سبيل المثال شو يعني داش داش سي سبيس خمسين ببساطة بدي مقدار الاختلاف يكون خمسين بالمية خليني أشوف بالله شو اللي هيصير هيعطيني النتائج زيها زي هاي النتائج ولكن هيكون في فرق كبير بين النتيجة هاي والنتيجة هاي النتيجة هاي والنتيجة هاي وممكن على فكرة يطلع من الموضوع كله ممكن الذكاء الاصطناعي يرميكي بمكان تاني خلينا بلا نشوف الكايوس أو السي خلت الميت جيرني يطلع شوي برا السياق خلت شوي يكون فيه تنوع بين الصور يعني شوف مثلا المود بهاي الصور واحد بينما بحس هاي مود هاي مود تاني وهدوه المود تالت لما أرفعها مثلا لمية الكايوس هيعطيني برضو نتائج أكثر وأكثر فيها اختلاف إذن داش داش سي سبيس خمسين بتعملك كايوس خمسين ستين مية وما إلى ذلك خلينا بالله وإحنا هيك مع بعض نجرب نعمل سي مية خلينا نشوف الاختلاف إذا كان مية أو الفيرسز أو الكايوس إذا كان مية شو النتائج اللي راح تطلع لي أي نعم صار فيه اختلاف أعلى بطل يلتزم بالوقت اللي أنا أعطيته إياه أعطاني هنا شخص غريب مش عارف وتلج وأشياء غريبة هنا إشي لا نسبه مش نما إذن الفكرة أنه الكايوس بيعطيك نتائج غريبة نتائج متخلات غريبة اسمعوا صدقا بحتاجها في بعض الأحيان هي مش شي شي سيء مرات جد أنت بتكون طالب فكرة معينة بدك وجهات نظر مختلفة فبحط الكايوس ستين مثلا أو خمسين ما بزيد عن هيك ولكن أنا حطيت مية عشان بس أوريكم مقدار الاختلاف يعني